تعالوا بقى بكرة الجولة التانية من الدوري الانجليزي وعليكو خير بكرة البريمير ليج بكرة سامت بمتاز بجد بدء من اثنين ونص وعيش بقى امسك الريموت قلب في مطشاطك موبايلك في ايدك عشان تعرف نقطة الفانتسي عشان كده فقرة سوبر فانتسي اللي متعودين عليها هتبقى معانا على مدار الدوري كله ان شاء الله هينورنا دلوقتي اكيد محمود ضياء عشان يقول لنا كل حاجة نعملها وقف تغييراتك اسمع محمود ضياء اعرف منه هتعمل ايه في جولة بكرة محمود ضياء يا محمود مساء الفل والجمال عليك مساء الفل يا اسلام اخبارك يا صديقي انت اخبارك ايه كله بخير كله زي الفل اولا جبت كم نقطة الجولة اللي فاتت جبت 65 على قد دي الحمد لله طيب انا جبت 71 بقى خلي فالك انا اللي هقدم الفقرة دي انا جبت 71 طيب اولا صلاح كسب هلند صلاح كسب هلند حلو وصراح انا بص ما بعرفش هلعب اللعبة دي انا عندي مشكلة ما عرفش هلعب اللعبة دي من غير محمد صلاحي يعني فكرة ان صلاح مش موجود في اللعبة بتلغبطني فانا تمام وصلاح بصراحة كسب هلند في اول جولة طيب خلينا نقول مين اكتر لعيب شاطع الجون مين اكتر لعيب عمل اسيست مين اكتر لعيبة بتحاول لان انت كنت شرحت لنا في نظام البونس ان كل ما تشوت على الجون اكتر ممكن تاخد بونس اكتر فسريعا خلي الناس تعرف مين اللعيبة اللي بتروح للجون كتير طيب خلينا نقولك فعلا ان الكلام ده بتاع البونس ده ظهر اوي في اول جولة الفرق بين العابة الوسط والمهاكمين والمدافعين لو ما طلقش كلينشيت بيبقى كبير اوي فالمدافع اللي انت تشتريه لو هو في الاسيست داخل فيها جون فهو لازم يكون بيجيب باسيست او بيعمل جون قدر اكتر لعيبة حاولوا تشوت في الجولة الاولانية الاول وكان اكتر لعب غير محظوظ في الجولة هو ايزي كريستر بالاس تاج الجون كان المفتوض ان هو يتحسب بس الحكم تسرع في ان هو صفر بدري وعمل اسيست حاول يشوت سبع مرات بعد برونو فرناندز ستة ساكا وهفرتز اتنين من نجوم الجولة في ارتنال الخامسة ارمسترونج ساوسامتونس سيمينيو وتفرنير من بورنموس كل واحد فيهم خمس محاولات على الجون برونو ايزي لاثنين كان يعني الناس اللي اشتريته مش محظوظين خالص كان لازم على الاقل يطلع بنقاط اكتر اكتر لعيبة صنعت ورد في الجولة الاول طبعا كان اندريا سبرييرا من فولهم معاليا بول عدد كبير او من الكور السابتة ده بيفرق كتير اوي يا اسلام على اللعيبة عزيزي مظبوط ساكا واحد من النجوم طبعا الجولة خمسة بالتأكيد بيدرو بورو اللي سجل جول توتنام الاول واللي هو في رأيي على الورق باك ولكنه في الواقع بيبقى جناح وسعب رمهاجم تادي كمان خش جول 18 طول الوقت بالظبط الجول جابه بدماغه من قلبة 18 من قدام سولانكي توماس بارتي اربعة ارنولد منتا من برايتون ده واحد من اللي الناس اللي كان معانا في الجودة الاولانية سوبوسلاي مارتينيلي تافيو من منشستر سيتي ومبيوم وكمان ثلاث فرص عزيزي اكثر لعبة اكثر لعبة في الاهداف المتوقعة وده اللعبة اللي كان ناس كتير او مش متوقعها ميتومة اللي كان من النجوم السنة اللي قبل اللي فاتت السنة فاتت رجع شوية بس رجع السنة دي هو بدء كويس اوي واحد بوينت اتناشر توماس سوتشيك في وسط اعتماد وستهم الكبير على الكار الثابتة واحد زيرو اربعة برونو اللي ضايع جونين مؤكدين ما في المية قدام فولهم واحد زيرو تلاتة عايز اسألك سؤال عن برونو ضياء معلش انا اسف لقطع كلامك برونو فرناندز ضايع اكتر من كورة في المباراة الاولى ضد فولهم وكتب على الحسابات الشخصية بتاعته انا بعتذر لجميع المدربين بتوع الفانتزي اللي حطوا سيقطهم في السؤال هنا بيقول هل ده طبيعي ان لعيبة الكورة بتكون مهتمة اوي بالناس اللي بتجيبها في الفانتزي وبتكابتنها هل ده ما يخليش اللعيب عنده ذاتية وأنينية شوية ان انا عايز اجي الاسبوع الجاي اركز اوي ان اجيبي جوان او اعمل اسيست فممكن تفرق على الفريق هل الكلام ده بيتم منقشته عمتا في الاندية في انجلتورا يعني؟ بصوا مبدئين اللعيبة كلها اغلب اللعيبة بتلعب فانتزي فيه لعيبة خبال الاكاونت سبعاتها تبقى معروفة يعني قبل الجولة الاولانية اتجاب اكاونت جوردون لعب يوكاسل وشاب نوم كابتن نفسه وان هو وان مثلا لويس طالف فرقيته موجود نفس الكلام برونو محمد صالح نفسه مصبوك بيلعب بيلعب فانتزي لعب كلها بتلعب والمدربين بيعلقوا واوقات كتيرة كمان بيبقى فيه ناس ليها مصادر جوه قط اللبس يعني مثلا عامل غرفة الملابس بيصرب ان الكلام هيبقى اساسي ده بتحصل كده جدا وفيه اكاونت معروفة على تويتر دلوقتي بيتصرب الفلأ والتشكيلات الرسمية عايز اقولك بقى الحاجة كمان ان الفانتزي السنة اللي قبل اللي فاتت غيروا الديدلاين بدلا ما يبقى ساعة قبل الجولة خلوه ساعة ونصر لان كان فيه ناس بيتصرب لها تشكيلات وده غير بطل العالم من سنتين يعني من سنتين كان فيه جولة فيها ماني وصلاح اخر مسلم من الماني مع ليفركوز الاول كان عنده تريبا ماني والتاني صلاح او العكس وظهر تسريب ان واحد فيهم دكة في واحد ملحقش التسريب فخسر البطل العالم كله والتاني ده كسب اه يعني الموضوع فيه شغل جامد يعني والناس بتسرب فدول بيغيروا في الديدلاين يعني بالزبط فقال الموضوع الموضوع واسع قوي 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 في انجلترا طيب خلينا اسألك مين اكتر ثلاث لعيبة الناس محتاجة تركز معاهم لان الديدلاين بكرة المطش الاول الساعة اثنين ونصر مين اللعيبة اللي ممكن نركز معاهم الناس تجيبها تجيب لهم نقط حسب سهولة مطشاتهم الفترة الجاية طيب خلينا اقولك على حاجة بس في الاول ان دومينيك سولانك تصاب وده اول حاجة الناس هتسأل عليها مين بدايل طبع مزبوط شوية هو الاولاني ماتيتا فرنسا اللي هو اه اه بشوت المطش بالزبط وهيلعب اسي بعد كده او لو انت معك فلوس زيادة يبقى كاي هافرس من ارسنان لو انت معاكش حد من ارسنان. بدي كويس اوي ورغم ما عنده مطشات صعبة بس ارسنان هجوميا دايما فريق قوي جدا جدا جدا. صح صح. ده بالنسبة لسولاني. برا اللعبة دي اللعبة اللافتة النظر اوي او انت ما حاجة تبص عليها. اولا امبيومو وويسا فرينفورد الاتنين مع بعض. دهروا كويسين قوي. رغم ما او هيلعبوا ليفربولي الجولة اللي جاية ممكن تبص عليهم في اللي جاي بعدها. الجولة اللي بعديها. ميتوما بالضبط. ميتوما ومنتا من برايتون. برايتون باعتمد بشكل كلي على الاجنيحة وهم جنيحين مهاريين جدا. والصات بالزاد يوجد له. منتا ممكن يكون عنده فرصة كويسة لان ده يوجد له. بيزيد كتيره اوقات بيسيب مسحات في ظهره. سافيو من منشستر سيتي اللي هو. يعني رياب محرة البرازيلي. مزبوط. مزبوط. بيلعب اي بتوتش تاون في ملعب الاتحاد. ده مطش ممكن يكون كويس جدا جدا بالنسبة لي. فدول اللعيبة اللي موجود تحط عينيك لعيب كونسة لعيب ليفر بول. تلعب بعد 45 دقيقة. وتقال كمان انه اصاب اتصاب. مين ابرز الناس اللي الناس تبعد عنهم. تبعدوا عن فرقتهم. لان كمان سعرهم بيقل في اللعبة. فمين تاني ممكن الناس تبيعوا وتجيب مكانه. هو كونسة فعلا سعره اقل خلاص بالفعل بقى اربعة واربعة. مدربه تكلم ان هو خروجه كان تكتيكي المطش الاولاني. تعرض لاصابة. فهو ما كانش متوقع انا يكمل كتير. بس يعني تحس ان عادته دي جاد بدري شوية. ناس لازم يخرج سولانكي ان هو يغيب مطشين وبعد كده عنده مطشات صعبة وبعد كده بعد كده في الدولة. طب ممكن سولانكي لو انت معندكش لكة بودلة كويس تتخلص منه. اوكي. التالت هو فالانتين باركو من برايتون. هيمشي خاص. ده راجل ده خامس. اه. ده ماشي خلاص راحة. اه. ماشي بالدورة. ساب الدورة كله. مزبوط. فباركو كان خامس اعلى لاعب اه اعلى مدافع امتلاك في اللعبة. واحد وعشرين موص في المية. اه. اه. عشان ش مايص في الوديات جدا. بيلاعب ضربات ثابتة. فالموضوع كان مو خري زيادا فقط من فجأة كله باركو اللي عنده باركو محتاج يطياره فسان. طيب اخيرا ضياء. سلاح اه حيلعب قدام برينفورد. مزبوط كده. والنحي التاني هلند. حيلعب回 فالاني سان مورسي. والفرقة بتاعتكم طالعين من تحت. اخذه ليفربول في منشستر سيتي. مين كابتن الجولة. مين ترشحاتك لكابتنة الجولة. هل حد ممكن يعمل تريبل كابتن واقاوى. على ا هالند? بصراحة تريبل ممطخي جدا على ايرلنج هالند الجولة الجاية. بس خلي بالك ان احنا في الجولة التانية. مم. لو حصل اي شيء مفاجئ. يعني السنة اللي فاتت اه تيتي كسب بورنموس ستة وهالند جاب مقطة واحدة. مم. اه لفربول كسب بورنموس تسعة من سنتين وطلح ان جاب طوات موضة. صح. فخلي بالك ان التريبل كابتن لو باص بدري انت ممكن ده في الاكاونت عادي. صح. يعني ممكن تلم ورعك وتنشي خلاص. صح. فلا انا شايف ان هالند اول كابتن في الجولة بس مش هتريبل كابتن هالند دلوقتي عشان. مفقدش الامل بدري لو حصل حاجة. براف عليك. صح مليون في المية. مليون في المية. طبعا. رخم اتنين صلاح طبعا. صلاح عنده سجل كويس قدام برينتفورد. السنة اللي فاتت بسجل فيه مجونين. اه. واول ماتش في الانفلد. بالزبط. يوتا كمان خلي بالك مع مشكلة برينتفورد في ما بين الدفاع. بين مية قاعد على الديكت واضح ان فيه لسه حاجات بينه كعنده بطل واضح قوي. يوتا لو ما عندكش صلاح وانت حبيب تاخد ريزك يعني ما يجبتش صلاح. يبا يوتا. يوك انت خليجي مواحد زي يوتا. اوكي. رخم تلاتة في رأيي هو سن. سن. ليه سن رغم اول ماتش ظهر وحش. لكن اولا هو خلي بالك ان سولانكي مش موجود. فاللي يلعب مهاجم غالبا هيكون كولوسوفيسكي. وده مهاجم مش مهاجم بوكس بيتحرك فهدي اكتر. ايفرتون هيلعب من غير بران فويت. من غير باترسن. من غير كوليمان. من غير اشليانج. وكمان تاركوفيسكي عليه شكوك. اوكي. خمسة من تمانية بقاطة الدفاع المتاحين. اه. مش هيلعبهم. هم خسروا الماتش اللي فات تلاتة اصلا. مزبوط. بالزبط. خسروا تلاتة وهم عندهم توجود تاركوفيسكي. تاركوفيسكي كمان مش هيلعب. اشليانج اتطرد. فممكن يكون سون اوبشن كويس اول الجودة اللي جاي. يا ضياء انا بشكرك شكرا جزيلا دايما بتجيب من الاخر بتقول انا نعمل ايه عشان الناس تبقى عارفة ومتعلقة بالفقرة دي ان شاء الله سوبر فانتسي كل اسبوع معاك قبل ديدلاين الدوري الانجيزي. بشكرك شكرا جزيلا.